اذا السؤال ممكن تجيبوا على اليدته الاتنين كمان يعني فرضا الكابتن هانا بريدة جي رئيس الاتحاد كرة بقايمة اللي معاه موقف الكابتن هانا بريدة من الكابتن حسان المدير الفني المنتخب مصر اقولك معلومة في رسائل ضمنية بعتها المهندس هانا بريدة بشكل غير مباشر للجهاز الفني لمنتخب مصر طبعاً على رأسه الكابتن حسان حسان إنه إحنا فيما معناه أن صفحة جديدة وإحنا دعمين ليك وده منتخب مصر وإنه اللي جاي هيكون أحلى من اللي راح رأيك يا أوري عجبني السؤال ماشي قد لا يكون هناك وفاق ما بين ديس هنا يا بريدة والتوقام وشوفنا كابتن حسام في مؤتمر صحة فيه خرج وهاجم الجميع وقال لك مش عايزين نرجع على الناس اللي كانت موجودة قبل كده وطبعا يعني المعنى في بطن الشعر ولكن لا أحد يستطيع أقالة كابتن حسام حسامهم من منصبه طالما الرجل يسير بشكل جيد وطالما المنتخب يحقق أهدافه لحد يقدر لي مش كابتن حسام حسامهم وبالتالي المجلس اللي جاي ده مش مجلس جاي يخلص يعني هو هيبك الدعم لكابتن حسامهم فقط في حالة استمار المكاسب هو مطلوب أنه العلاقة تبقى جيدة عشان العمل حتى جواء العمل هي العلاقة طبيعية هتبقى جيدة ولكن أنا أتكلم المنتخب نفسه أنت مش هتيجي تخلص لو بص المنتخب وحش طبيعي أن الكل هيقولك لا نغير يا جماعة لكن طالما الدنيا ماشي والحمد لله إحنا متدرين التصفيات والمطشين تقدر كمان تكسبهم فهتحق أعلامة كاملة من ست مطشات طالما المنتخب ماشي كويس محدش هيقدر أخذ القرار والعلاقة هتكون جيدة وبرضو هنروح لحتة المجلس وربما نشوف اسم نجم كورة في المجلس اسم الكابتن محمد فضلي بتردد اسم الكابتن أحمد حسن بتردد ربما نشوف اسم أحد الوسطاء كده أو بعض المقربين طرح اسم الكابتن والجمعة فممكن نشوف اسم نجم كورة موجود في المجلس ويكون هو اللي مع الملف مع المهندس الثاني كمشرفين على المنتخب